إليك بيان آيات الكتاب بتفسير يزيل غشى الضباب تنير الفهم أمثال عظاة وتهدي للحقيقة والصواب كتاب الله نبراس البرايا وغيث النور للروح اليابان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه دائماً وأبداً إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله أن يسعد أوقاتنا جميعاً بالخيرات والبركات والمسرات وأن يبارك لنا وعلينا ويجعلنا مباركين حيثما كنا ونسأل الله كما جعل هذا القرآن العظيم مباركاً أن يبارك لنا فيه وأن يفتح لنا فهماً في معانيه وأن يرزقنا العمل بما فيه أيها الإخوة والأخوات وقفنا عند قول الله جل وعلا من سورة الليل وما يغني عنه ماله إذا ترد لما ذكر الله جل وعلا شأن الذي بخل واستغنى وكذب بالحسن وذكر عاقبته بأن الله تعالى يسره للعسر قال الله بعد ذلك وما يغني عنه ماله إذا ترد لما كان حب الدنيا رأس كل خطيئة وسبباً لكل معصية لأن إيثار الدنيا على الآخرة هو الذي أوقع هؤلاء فيما وقعوا فيه وإلا من أيقن بالآخرة يقيناً وكان مستحذراً لها في حياته فإنه لا بد أن يعمل لها ولا بد أن يؤثر لا بد أن يؤثر إيمانه بالآخرة على عمله وعلى سلوكه في الدنيا وأما إذا نسي الآخرة وكذب بها فإنه لا يرى في هذه الحياة نفعاً إلا فيما يكتسبه من مال والمال هو عصب الحياة المال هو العصب الذي جعل الله فيه قياماً للناس في معايشهم كما قال سبحانه ولا تؤتسوا فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً يعني قيام الناس في معاشهم في دنياهم بهذا المال وهذا المال إذا استهوى الإنسان كما قال سبحانه وتحبون المال حباً جمّاً أي حباً عظيماً يعني يخرجهم حب المال إلى أن يضيعوا حدود الله جل وعلا وينتهكوا محارم الله فيكون المال في نظرهم هو سبب سعادتهم فلا يرون غيره وما وراءه هذا المال الذي غرهم في دنياهم وضيعوا ما هو أعظم مما على وجه الأرض يعني مثلاً الله جل وعلا يقول وما يغني عنه ماله إذا ترد يعني الذي يقسم للإنسان من رزقه ما نسبته من الدنيا كلها ولا شيء الدنيا كلها وصفت بأنها مثل جناح البعوض كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي أن الدنيا كلها ما تزل عند الله جناح بعوضة لهوانها على الله نصيب الإنسان منها يعني ماذا يقص لهذا الإنسان من جناح هذا البعوض يعني شيء في غاية القلة في غاية الضعف حتى تمتعه في دنيا قليل فهو قليل من قليل قل متاع الدنيا قليل فكل ما عليها قليل وما يقسم للإنسان منها قليل فكيف يستفزه يستفز عقله لأن يعصي الله تعالى بسببه ولذلك ربنا يقول وما يغني عنه ماله إذا ترد أيها الإخوة والأخوات إذا كان أقل أهل الجنة منزلة آخر من يدخل الجنة يعطى مثل الدنيا عشر مرات هذا أقلهم منزلة يعني مثل الدنيا عشر مرات فكيف يضيع الإنسان يعني هذا الحظ العظيم عند الله جل وعلا بشيء لا يزن عند الله جناح بعوضة يعني يؤتى بآخر من يدخل الجنة فيقول الله له أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا عشر مرات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا الإنسان أتسخر بي وأنت الملك فيقول الله إني لا أسخر منك ولكني على ما أشاء قادر هذا يبين لنا ضخامة الآخرة وفخامتها وعظم جزائها كما يبين لنا حقارة الدنيا وقلتها وهوانها على الله جل وعلا ولذلك ربنا يقول تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة تريدون هذا المتاع القليل الحقير الخسيس الدنيء والله يريد لكم حظ الآخرة فقدم إرادة الله على إرادة نفسك وهب أن الإنسان أعطي من الدنيا ما أعطي ثم ماذا عليس ما آلوها إلى فناء وإلى انقطاع ولذلك ربنا يقول وما يغني عنه ماله إذا تردى تردى من الردى وهو السقوط إما السقوط في النار نسأل الله العافية أو التردى بمعنى الموت أي إذا هلك وخرج من هذه الدنيا يعني في كلتا الحالتين إذا نزل ملك الموت بالإنسان وقد جمع من الأموال ما جمع البنوك مليانة من أرصدته عنده من الذهب والفضة والكنوز أموال ضخمة طائلة إذا نزل به الموت هل ينفعه ماله؟ والله ما ينفعه إلا ما قدمه لوجه الله جل وعلا لأنه إذا مات ترك كل ما خوله الله من متاعها وراء ظهره ولا ينتقل من هذه الدنيا بشيء إلا بإيمانه والعمل الصالح إن كان على ذلك أما إذا لم يكن على إيمان وليس على عمل صالح فوالله ما تغني عنه دنياه أبدا كما يقول يوم القيامة ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية أمواله كلها ما أغنت عنه شيئا قارون الذي خرج في زينته وفي أبهة ملكه وفي أمواله حتى غر ضعفاء النفوس وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فخسفنا به وبداره الأرض مع أن الله أعطاه من الكنوز مفاتيح هذه الكنوز والخزائن لو يحمله عشرة رجال لثقلت عليهم يعني هذه فقط المفاتيح فكيف بالأموال وما خوله الله جل وعلا من هذه الدنيا ثم بعد ذلك خسف به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيام هل نفعه ماله؟ لا والله ما نفعه وما يغني عنه ماله الذي كان سببا في عصيان الله كان سببا في بخله فيما أوجب الله عليه من الإنفاق كان سببا في إثاره الدنيا على الآخرة يعني المال من زينة الحياة الدنيا هذه الزينة غرته عن ما هو أعظم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا لكن إذا مات هل تغني عنه أمواله؟ هل يغني عنه تغني عنه أرسدته قصوره بساتينه مزارعه لا والله يلف في خرقه ويدفن في قبره ليس له إلا عمله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الميت إذا ذهب به أهله لدفنه يخرج معه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله الذي يبقى في القبر الذي يبقى ويدخل معك القبر احرص عليه في دنياك الذي تتركه بعد أن تدفن فانتبه لنفسك منه كن على حذر تمتع في الدنيا متاعا حسنا يكون سببا في شكر الله جل وعلا وطاعته أما أن يتمتع الإنسان بدنياه على وجه ينسى به حظه من الله في الآخرة فهذا تفريط هذا والله غبن خسارة عظيمة يعني كيف يبيع الإنسان حظه عند الله في الآخرة بشيء لا يزن عند الله جناحة بعوضة أيضا على المعنى الآخر إذا تردى أي إذا دخل النار يوم القيامة لأن يحشر الناس نسأل الله العافية الكفار يوم القيامة يحشرون على وجوههم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أما يمشي سويا على صراط مستقيم الكافر يمشي على وجهه يوم القيامة ويحشر على هذه الهيئة فيلقى في النار إذا سقط في النار هل يغني عنه ماله؟ وهو يقول لله جل وعلا يعني لما يعرض عليه يوم القيامة الله سبحانه يقول لو كانت لك الدنيا كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام المسلم في صحيحه لو كانت لك الدنيا أكنت مفتديا بها فيقول يا رب نعم فيقول الله كذبت قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك فأبيت إلا الشرك الكافر يود يوم القيامة أن يفتدي بأهله وبنيه ويفتدي بماله بل ويفتدي بما على وجه الأرض ثم ينجيه من عذاب الله لو قدر له ذلك يعني لو قدر أنه يملك كل ما في الأرض من ثروات وخزائن وأموال إذا جاء يوم القيامة لو يخير بين أن ينجو من النار بسبب أن يفتدي بما على الأرض لفتدى بما على الأرض لكنه ما يملكه على أن الله سبحانه وتعالى كلفه في هذه الدنيا بأعمال تصلح عليه حاله وأبى إلا أن يقع فيما يوجب غضب الله عليه وما يغني عنه ماله إذا ترجع إذا مات إذا دخل النار هل تغني عنه أمواله؟ ولذلك ربنا يقول وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ آية عظيمة من سورة الأنعام تبين حقيقة ما يتنافس فيه الناس من دنياهم الذي بسببه تركوا ما أوجبه الله عليهم من الحقوق يعني هذه الدنيا التي يكدح الإنسان فيها وأمله فيها طويل عريض وأجله أقرب من ذلك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه الإنسان يعمل عمل دؤوب في الدنيا لكن نيته قصده بوصلة حياته لا إن تتجه هل هي إلى شيء يرضي الله سبحانه وتعالى فيفوز بثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة أم وجهته إلى شهوات نفسه وما تمليه عليه نفسه الأمارة بالسوء إلى أين يتجه يعني الله قسم لكل إنسان مقدارا من الزمن يعيشه في هذه الدنيا ثم ينتقل إلى الآخرة لكن بأي شيء ينتقل من هذه الدنيا ولقد جئتمونا فرادا الله أكبر فرادا على جمعوا إما جمع فرد أو جمع فردان يعني أئمة اللغة ذكروا التوجيهين إما أن يكون فرد يعني يأتي يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سيأتيه منفردا من كل شيء وإذا كان يعني بمعنى فردان يعني جمع فردان يعني قد انفرد من كل ما خوله الله من متاع الدنيا من أبنائه من ذريته من أمواله التي كان يتنافس في جمعها وفي تحصيلها يوم القيامة يأتي لا شيء صفر اليدين ولقد جئتمونا فرادا يعني تأتي كما خلقك الله جل وعلا وذلك بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما منكم من أحد إلا سيأتي يوم القيامة أو قال عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري ومسلم إنكم تأتون يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا أي غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده كما خرجت إلى هذه الدنيا لا تملك منها شيئا الجنين عندما يخرج من بطن أمه إلى هذه الدنيا لا يملك شيئا من حطامها كذلك يقدم على الله كما ولد وخرج إلى هذه الدنيا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم تقدم على الله فقط بعملك كما قال سبحانه في آخر آية من سورة العنكبوت كل شيء هالك إلا وجهه فسر ذلك أهل العلم أي كل شيء زائل وليس له حقيقة وغير باق إلا العمل الذي أريد به وجه الله جل وعلا فإنه يبقى لصاحبه ستأتي يوم القيامة وتقف بين يدي الله جل وعلا ليس لك إلا ما عملته يعني الإنسان يتوهم في الدنيا يعني هذا من الغرور والأمان الباطلة أنه إذا جمع مالا وفيرا وجمع أموالا سيعظم شأنه لكن كل هذا زائل الذي يبقى لك هو عملك الصالح أيضا كما قال سبحانه وما يغني عنه ماله إذا ترد آية والله يعني تبين لك حقيقة هذه الحياة نسأل الله أن ينفعنا بكتابه العظيم صلى الله وسلم على نبينا محمد تنير الفهم أمثال عظاة وتهدي للحقيقة والصواب كتاب الله نبراس البرايا وغيث النور للروح اليابابي يابابي يابابي ترجمة نانسي قنقر